السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي اليوم إن شاء الله في فيديو اليوم سوف أشارك معكم قناع رائع جدا جدا سوف يكون من أروع الوصفات التي سوف أشاركها معكم لدينا هنا قناع الحلبة وكذلك البيض البلدي لوجه بطبيعة الحال يكون صافي بدون تجاعد بدون شوائب هنا بالنسبة لهذا القناع له مفعول رائع وذلك بعد الاستعمال اليومي تقريبا لمدة 15 يوما من الاستعمال سيعطيكم هذا القناع نتائج رائعة جدا رغم أن يعني رائحة الحلبة فهي قوية لكن مفعول الوصفة كونوا متأكدين أنها يعني مفعولها رائع الوصفة ستكون استحرية وستعطيكم صحة للبشرة وأيضا اختفاء للتجاعد تجعل أيضا هذه الوصفة رائعة من أروع كذلك الوصفات وستعطيكم نتائج رائعة بالنسبة لهذه الوصفة فأمي دائما تعتمد على هذه الوصفة لإزالة التجاعد وكذلك لشد بشرة الوجه ولاحظنا أن هذه الوصفة أعطت نتائج رائعة إذن سنمر على بركة الله إلى تحضير الوصفة إذن كأول مكون أؤكد عليه ضروري من وجود البيض البلدي يعني الذي يكون في الحقول بدون استعمال المواد الكيماوية أو الإنتاج الآلي ضروري أن يكون بيض بلدي مئة بالمئة سنحتاج هنا إلى بياض البيض إذن لدي هنا كمية من بياض البيض سأقوم أولا بخفقه جيدا أؤكد هنا ضروري أن يكون بياض البيض البلدي نخلط جيدا بعد ذلك سأقوم بوضعه في إناء ثم سأضيف كذلك الحلبة مطحون الحلبة سنضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة ممتلئة من الحلبة حتى نحسن على خلطة تكون متجانسة ونبدأ نخلط جيدا بالنسبة لهذه الوصفة ضعوها على الوجه على بشرة نظيفة ضروري من تطبيقها على بشرة نظيفة أول خطوة من الأحسن استعمالها وهي تقشير البشرة حتى نزيل كل تلك القشور أو الخلايا الميتة أو حتى إذا كانت لديكم رؤوس سوداء من الأحسن عمل تقشير لأن هذه الوصفة ستعالج حتى لمن لديها مسامات واسعة سوف تعمل على إزالة أو غلق المسامات الواسعة نحاول أن نقوم بالخلط جيدا جيدا كما تلاحظون أنا أستمر هنا في الخلط الحلبة لها فوائد كذلك رائعة جدا جدا في علاج التجاعد تملأ أيضا الخطوط فهذه الوصفة قديمة جدا كما تعرف بوصفة الجدات للاهتمام بدائما بشرة الوجه وحمايتها من الشيخوقة المبكرة آطار أو علامات التقدم في السن لاحظوا الآن قوام هذه الوصفة يكون بهذا الشكل أنا قبل استعمال هذه الوصفة سأشارك معكم مقشر ممتاز رائع لأن التقشير كما أقول ضروري جدا لنجاح هذه الوصفة بالنسبة لأفضل مقشر أنا أفضل دائما استخدامه يعطيني نتائج رائعة في تقشير الوجه وإزالة الرؤوس السوداء وكذلك ينظف لبشرة الوجه وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة من مطحون البن سأضيف هنا كيميا سواء من زيت جوز الهند زيت لوز حلو أو حتى زيت الزيتون والآن سوف أدمج جيدا المكونات حتى نتحصل على مقشر فبالنسبة لهذا المقشر لوحده أيضا يفتح لكم البشرة ينظفها يعمل أيضا على تنشيط الدورة الدموية في البشرة وأيضا يقاوم التجاعد والخطوط التي تكون على البشرة دائما أول خطوة لبشرة الوجه قوموا بغسله بماء يكون فاتر ثم بالنسبة لهذا المقشر على الأقل على الأقل مرة واحدة كل أسبوع استخدموا مقشر وذلك لتنظيف بشرة الوجه وحمايتها من كل الشوائب وإزالة الخلايا الميتة بهذا الشكل تستمرون في تقشير بشرة الوجه مع دام منطقة تحت العينين لأنها تكون منطقة حساسة ثم بعدها تقومون بغسل بشرتكم بماء فاتر وجففوها بعد ذلك تقومون بتطبيق القناع بطبيعة الحال بعد عمل التقشير وتنظيف البشرة بشرة الوجه تأخذون من هذا القناع وتبدأون بتوزيعه على كامل البشرة ضعوه على بشرة الرقبة بشرة الوجه أيضا ضعوا طبقة تكون سميكة شيئا ما ثم أطرقوه إلى غاية ما يجف بالنسبة لهذا القناع له منافع رائعة رائعة جدا يخلص من حب الشباب يزيل الرؤوس السوداء يعالج ندوب البشرة يشد البشرة يعطيها أيضا نظرة كما يعالج حتى مشاكل البشرة الدهنية بصفة عميقة وعلى المدى البعيد أنا استخدمت هنا كما رأيتم الحلبة الحلبة غنية وتحتوي على فيتامين سي وفيتامين باء واحد باء اثنان باء ثلاثة وباء اثنى عشر كذلك كما تحتوي أيضا على حمض الفوليك إضافة لاحتوائها على مجموعة من المعادن مثل النحاس الزنك والبوتاسيوم كل هذه المكونات حبيبات لها منافع على الوجه وعلى البشرة لذلك قلت لكم بالنسبة لهذه الوصفة إن شاء الله كونوا متأكدين أنها سوف تعطيكم نتائج رائعة هذه الوصفة هي وصفة أمي وتعطيها نتائج رائعة في شد البشرة أيضا إزالة تلك الخطوط التي تكون في بدايتها مثل التجاعد التي تكون في بدايتها التي تكون حول الفم تكون أيضا حول العينين وتجاعد الجبهة هذه الوصفة ستكون هي الحل السحري والنهائي هنا ملاحظة إذا قمتم بوضع هذه الوصفة للبشرة من الأحسن الاسترخاء التام أي عدم التكلم أو الضحك حتى لا تحدث هناك تشققات في هذا الماسك وينتج عنها تجاعد أخرى لهذا يجب الاسترخاء التام لأن عندما تجف هذه الوصفة على البشرة ستعمل على شد البشرة لذلك من الأحسن أن نقوم بالاسترخاء وسط ممتازة من الأحسن مشاركتها مع كل من يعاني من التجاعد أيضا لا تنسوا كذلك تطبيقها حتى على اليدين لمن تعاني من تجاعد اليدين كما أنها تعطيكم نظارة حتى لمن عندها كلف كلف في الخدود كلف في بشرة الوجه أو الرقبة ما عليكم إلا تطبيق هذه الوصفة من الأحسن كما قلت المدومة عليها تقريبا بشكل يومي ولمدة 15 يوما ستلاحظون نتائج رائعة ونتائج يعني فرق شافع قبل وبعد تطبيق الوصفة هي في الحقيقة منذ أول استعمال ستلاحظون وتحسون بشد في البشرة إذن كما رأيتم وصفة اليوم بمكونات طبيعية 100% إذا أعجبكم هذا الفيديو حبيباتي لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة وأيضا كذلك لا تنسوا تشجيع بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة وادمتم في أمان الله